سلام عليكم يا احلم تابعين بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة وقتم التسليم بتنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة والتفعيل الجرس علشان يوصلكو اشعار بكل جديد بنعملوه معده النقاردة مع فيلم جديد اللي احلسه بتبدأ باحتفال تقديم المولود الجديد ابن ملك الغابة مفاسة وهو سيمبا والاردي الحكيم حطله في الوقت ده علامة معناها انه هيبقى وليه العهد وكل حيوانات حضرت معاده اخو سكار طبعا دي حاجة داية مفاسة جدا فرح لاخوه سأله زي ما حضرش حفلة تقديم ابن اخوه فرد علي سكار وقال له انه نسي خالص طبعا زازه البغبضان مساعد مفاسة كان موجود وقال له انه كان لازم يكون في اول صف بما انه اخو الملك قال له سكار انه فعلا في اول صف لحد ما جهه اللي اخد منه ما كانتو ويوصب بالكلام ده سيمبا وده ظهره المفاسة ومشي فحذره المفاسة وقال له انه مش لازم يدي له ظهره ابدا وهو بيكلمه وبدل ما سكار يتزر له قال له انه هو اللي مش لازم ابدا يدي له ظهره حس مفاسة ان سكار بيتحداه رد علي سكار وقال له انه ما يقدرش يتحداه لانه اضعف منه بس دا ما يمنعش انه كمان اسكى منه بكتير سخر منه سكار وقال له انه ابنه كمان هيبقى قوي زيه عشان كده هيبقى ملك على الكل فمس سكار ومتدايق وقال زازل ومفاسة انه لازم يطرد اسكار من ارض العزة لكن مفاسة رفض وقال له ان اخوه ما يقدرش يضحي به لجاء البراته ابنه ومرت لليام وفي يوم صحي سنبا اول ما الشمس طلعت وفضل وراء مفاسة لحد ما صحاه لانه كان موعده انه يفرجوا على ارض العزة ويعرفوا كل ما كان فيها طار مفاسة انه يصحى معاه واخد فوق هضبة وقال له ان كل منطقة تحت الشمس معادها المنطقة الضلمة اللي تعتبر بمملكتهم بس الملوك زي الشموس يوم شروق ويوم غروب وهي يوم وشمسه تغرب علشان شمس الملك الجديد تشرق الملك الجديد ده يبقى سنبا وكامل مفاسة كلامه وقال له انه كمان لازم يعرف مسؤوليته ويحماية الارض وقال له لما الكل يفكر ايه اللي ياخده ويبقى الملك الحقيقي يفكر ايه اللي ممكن يقدمه كامل وتمشيها في ارض العزة بين الحيوانات وكامل مفاسة بين صاحه لابنه وقال له انه كل الحيوانات متصلة ببعض في دائرة الحياة ووصل زازو وقدم تقرير الصباح للملك مفاسة بكل اخبار الحيوانات ومن غير ما زازو يحس اخل مفاسة سنبا وخلاه يتحرك بالراحة ويعمل نفسها يصطد زازو فعلا عمل سنبا كده وفضل يضحكه ومش زازو لكن رجع تاني وقال له مفاسة ان فيه مطاردة للضباع طلب منه مفاسة ان يرجع سنبا للملكة سيراب بسرعة وراح هو للضباع بس سنبا ما كانش يعجبه الكلام ده واول ما لقى فرصة هرب من زازو وفضل ماشي وراح شراب الطير لحد ما وصلته لعمه اسكار طلب ان يلعب معاه لكن اسكار قال له انه مش بيلعب معاش بقال رد عليه سنبا وقال انه مش يبلي لكن ملك ارض العزة حتى انه بعد كده هيبقى يديله هو نفس الاوامر ادي طبعا اسكار وسأله ان كان مفاسة عرفه على كل مكان في ارض العزة بحتى الارض الضلمة ولما سنبا قال له انه والده طالب منه يبهد عند الارض الضلمة قال له اسكار ان الحقيقة والده عنده حق لان المنطقة الضلمة فيها مقابرة الافيال ودي مش بيروحها غير الشجعان طالب اصلا انه يخلي سنبا يروح للمكان ده علشان يتئذي ويخلص منه فضل اتحك عليه ويقول له ان المكان مليان به الهايك العظمية للافيال واده الكبار لما بيروح وبيفرحه هناك فرجع سنبا لولدته طلب من صديقته لالا انها تروح تلعب معاه ووفقت والدته انهم يتمشوا مع بعض بس بشرط زازو يروح معهم علشان ما يبعدوش بعيد طالب سنبا نوافع وقال لالا انه يؤديها لمقابرة الافيال وده ما كان ممتع جدا وسلاوة لازم يخلصه من زازو فضل يغنوا يجروا بين الحيوانات علشان يتوه منه لحد ما نجحوا ووصلوا لمقابرة الافيال وكانت لالا مرعوبة قالت له انه الافضل لو يرجعوا لبيتهم سنبا قال لانه مش لازم تخاف ويعامعاه وفضل ماشي بين الصخور وقال ابنه بيضحك في وش المخاطر لالا ترجيته كتير انه يرجع علشان الشمس قربت تغرب وما انفعش يبضلوا برا في مكان مخيف زي ده كتير كان عندها حق لان الضباعة ظهرت لهم وكانوا فرحانين بيهم جدا وقالوا انهم استنوا وقته كتير علشان يلاقوا عشف فخم زي ده خرجت واحدة من الضباعة ويا شنزي كان بين على شكلها انها شارسة جدا ودلع انها القائدة قالت ان دي فعلا فرصة مش هتتكرر التاني وهي انهم يأكلوا ابن الملك وصلهم سنبا بمنتاج شجعه وقال لهم النوم ما يقدرواش يعملوا حاجة لانه ولي العهد قالت له شنزي ان مفاسة مش الملك بتاعه ووصل زازه في الوقت ده وترجعها ما تنزيش السنبا علشان ما تدخلش في حرب مع مفاسة قالت له انه طول عمرهم في حرب وامرت كل قطية ضباع النوم يمسكوا سنبا وفضل جرامينهم هو ولالا لحد ما حاطواه من كل اتجاه ظهر سنبا فوشهم لكن طبعا صوته كرعي جدا وفضل يستهزه بيه ويضحكوا عليه ولما جاي جرب تاني طلع زائر صوته مخيف جدا مزباش منه لكن من والده مفاسة اللي اضرب كل الضباع وقال لهم من ايديها تبقى اخر فرصة لهم ولو عارف انه مقربوا من ابنه تاني مش هيرحمهم زا سفيت له شنزي وعادته ان ده مش هتكرر تاني واخد مفاسة ابنه ولا لا ومش بيهم طلب من زازه انه يرجع على الولدتها لانه عايز يتكلم مع سنبا لوحده اخدوا المكان بعيد وطلب منه يبطل تهوره ما يدخلش نفسه في انشاكله خصوصا انه يبقى معاه بنته واسئولة منه ومشي معاه بعدها اصدر معه وكلمه عن شجاعته قوته وقال لهم مفاسة انه اول مر يحس بالخوف لانه خاف عليه وبصر النجوم وقال له ان النجوم دي عبارة عن الواح الاجداد اللي بيحرصوهم وبيحموهم من بعيد اما الضبع فكانوا متجمعين وبيتكلموا على اللي حصل لهم واحد قال ان المفاسة قوي جدا ومش قده خالص لكن رد علي اخوه قال له انه اهوام المفاسة ولا شافه تاني هيضربه لحد دم ما يموته ضحك علي اخوه قال له ان المفاسة قال له تاني وعايز يشوفه ويامل فيه خاف الضبع جدا وبص عليه وممرعوب وكان فعلا فيه اساك جاي عليهم بس الاساك دايب اسكار اتضح ان صدقه مبساك كمان ضد الاسود على عمل انهم يبقوا زويته ويساعدوه في التخلص من سنبا ومفاسة قال لهم انهم مجموعة من الاغبية لانه بعت لهم اسدين صغيرين علشان يتعشوا بهم بس ما عرفوش يعملوا اي حاجة طبعا الضبع حاصل بالاهنة من كلامه وقالوله ان عنده حق بس هما قرروا بدل ما يكلوا الاسود الصغيرة يكلوه وبما انه كل شوية يديقهم بالكلام قال لهم انهم لو فكروا يكلوا يبقوا فعلا اغبية انه ممكن بدل ما يكلوا مرة واحدة يكلوا كتير جدا ما كلوش عارفين وهو يصد ايه قال لهم انه يصد مكان تحت الشمس يقدروا يكلوا لحد ما بطولهم تتملي على اخرها فهمت شينز انه يوصل ارض العزة قالت لهم ان الارض دي مش ملكوا ما يقدرش يدخلهم زي ما هو بيقول ولا يقدرهم اصلا ان يحط رجلهم فيها طول من مفاسة موجود قال لهم انه عارف كده كويس وهو ده اللي يصدهم لان المفاسة هو المسؤول عن الصيد وتأسيمه ومعنهم من الوصول لارض العزة لانه ده باع مش بتجبع ده غير انهم بيهجموا الحيوانات من غير الالتزام بالقوانين فهمت شينزي انه مش هيقدر يتحدى مفاسة ابدا لان قوت مفاسة اكبر بكتير قال لانه برضه عندها حق بس الحال مش بيدوم لحد ولو بقى ملك هتبقى ارض العزة مش ملكه الوحده لكن ملكه هو والضبع واليوم اللي عيبة فيه ملك ويحترموه ويقدموه لفروض الطعب ومستعدين انهم يساعدوه في كل حاجة هيخليهم الاسياد المسيطرين على ارض العزة معاه طلب منهم يستعدوا ويحلاموا باليوم ده معاه زي ما هو بيحلم به وتاني يوم بدأ في تنفيذ خطته الشرير على طول واخد سيمبا معاه قال له انه جايبوا المكان بعيد عن الكل علشان يساعدوا في انه صالح والده وده يحصل لو بقى زئير وعالي علشان كده جايبوا المكان ده اللي كل الاسوب بتيجي فيه علشان تتضرب على الزئير استغرب سيمبا من الكلام ده لان والده ما قالهوش عليه قبل كده وسأل عمه ان كان والده وكمان جه المكان ده قال اسكار انه فعلا جهه مرجاش تاني القبيلة غير لما سمه زئيره من المكان ده دلوقتي كله لو محتاجه انه يتضرب كويسه علشان والده يفضل فخور به والهدية مش هنساه أبدا وطلب منه يستنى ويتضرب وبعد شوية هجيله تاني وسابه ومشيه جارت الضباع مرعبة سيمبا من بعيد وشفوه وبيحاول يخوف الحشرات اللي موجودة حواليه وبيتمرن على الزئير عليهم لحد ما سمنا صوت ادام حيوانات كتير والارض بدأت تهتز به ده لان قطيع من الجموس البري متجه ليه وطبعا ده من تصرف الضباع اللي هجمه القطيع ووجههه من الطريق اللي موجود في سيمبا وفضل سيمبا يجرؤ قدامهم علشان يهرب منهم واستخبى تحت صخرة لانه خاف حسن يوصلوله وفجيري وطلع فوق شجر صغيرة ولو سيمبا تهتز به في لحظته راح اسكار له مفاسة وطلب منه يلحق سيمبا بسرعة لان قطيع الجموس هيتلوه طرزازو علشان يطمن سيمبا وقال له ان الملك في الطريق ولازم يصمد علشان ما يتزيش فعلان وصل مفاسة ومع اسكاره ما قدرش مفاسة يسيب ابنه نزل وسط القطيع بتاع الجموس وجرف نفس اتجاههم لحد ما وصل لسيمبا وطلب منه ينط على طهره لكن قبل ما سيمبا وصل له كان القطيع ضرب مفاسة وققه في الارض ومع ذلك قام بسرعة واخد سيمبا وطلب أجوز عالي علشان ما يتزيش وللأسف قطيع الجموس ضرب مفاسة تاني وبعجوبة قدروا ان يبعد عنهم وبدأ يتسلق الجبل ولما عرف سيمبا ان والده بقى في امان وبيحاول يطلع طلعه وكمان فوق جزء عالي علشان يطمن عليه ومفاسة فضل يتسلق لحد ما وصل للقمة لا اخو اسكار واقف فطلب منه مفاسة ان ينقذه لكن اسكار فجأه خربشه في ايده بدل ما يطلعه وقعه من على الجبل هو بيقول للودع شاف سيمبا المنظر دفضل يسرخ على والده والمن قطع يمشي من الطريق وبعد بعيد نزل سيمبا يدور على والده مفاسة وينادي عليه لحد ملاوية في الارض وميت وكانش سيمبا مدرك ان والده كده مات خلاص اترجى يصحى ويفتع عينيه وفضل ينادي على اي حد علشان يساعده للأسف مكانش في حد خالص قعد سيمبا جنب والده هو بيعيط ووصل اسكار وكمل التمسلية اللي مخطط لها فقال سيمبا للسبف ومت والده ولولا اللي هو عمل وكان زمان والده عايش معهم مكانش المفروض يعمل كده ابدا خصوصا والده كان بيحبه ومخطط له لمستعب الكبير واكيد والدته سيراب مش هتسمحه ابدا كله يقول عليه مجرم لانه قتل والده والحال الوحيد اللي قدامه دلوقتي انه يهرب بعيد وما يرجعش تاني ابدا سيمبا كلامه فضل يجري وظهرت الضباعة جنب اسكار فعمرهم انهم يهتروا سيمبا ويكلوه فعلا فضل يجري وراه يطردوه وسيمبا يجري من الصخور والجبال لحد ما وصل لنهاية الجبل ويعمن عليه وطلبت شنزي من الضباعة انهم ينزلوا ويتطمنوا النمائات بعد ما بعدت عنهم قالوا انهم اكيد مش هيدوحوا بحياتهم وينزلوا يشوفوا اسد ميت ولازم يقولوا ان شنزي انهم لقيوه وكمان اكلوه علشان ما يعوش في المشاكل واتفعوا للكلام ده ورجعوا لها سيمبا كان باستخبف حجر صغير في الجبل وما وعيش من على الجبل بصحية وبعد ما اطمن انهم باعد عنه وكمل طريقه باعد عن ارض العزة خالص سكار رح للأسول وبلغهم بموت مفاسة وحزينه متأثر جدا وقال ان اكتر حاجة مخليه حزينه وموت سيمبا كمان كان نفس جدا يوصل لهم بدري علشان يقدر ينقذهم لكن الاسف ده ما حصلش ولما وصل لقاهم ممال اتنين ميتين وبمنتع الاسف والحزن مضطر ان يبقى بمنصب مفاسة ويبقى هو ملك ارض العزة وعلشان يعوم السلام على الكل ويبقى فيه عدل لازم يبدأه فجر جديد وعظيم علشان مستقبل زاهر للأسود وكمان الضبع بنت الضبع كلها تطلع من الارض الضلمة وطوف حواليه ويبدو الحكيم جنز علان جدا من بعد ما سمع خبر موت مفاسة وسمبا بس ما كانش فيه حاجة في ايد حد يعملها وبنرجعت ان السمبا اللي كان لسه ماشي حزين وتايه ومظلوم ومش عارف حتى يروح فين ومن التعب نام على الارض وكتر مو ضعيف فكرته النصور ميت وقربوا منه علشان يكلوه لكن هاجم عليه خنزير بري اسمه بومبا وعلى ظهر صديقته تيمون وبعد ما بعده النصور عن سمبا مكانوش عارفين سمبا دعبار عنه اصلا في الاول فكره طائر مضغطي بالفارو لكن لما بص الفوش كويس له اسد ترعب سيمون وطلع يجري وقال ان ده اسد وهيكلهم رد عليه بومبا وقال ان اسد صغير ومش هيرى في ازيهم لكن تيمون قال له ان الصغير بكرة يكبروا ويكلهم عادي فضل بومبا يترجعوا ويقولوا ان هيبها صديقهم بوه ايخاوف الحيوانات المفتلسة اللي عايزت ايزيهم كمان فاقتنع تيمون بالفكرة هو في انه يخليه معهم فاسمبا في اللحظة دي وقالوله انهم انقذوا حياته ولكنه ما كانش مهتم سأل تيمون عن سبب حزنه وإيه اللي وصله للمرحلة دي قال له سمبا انه عمل حاجة وحشة جدا للدرجة انه مش هاز يحكي عنها ولما سألوه ممكن يساعدوه ازاي قال لهم الحاجة الوحيدة اللي ممكن تساعدوه دلوقتي هي تغيير الماضي تيمون وبومبا قالوله ان دي حاجة مستحيلة لكن اللي ممكن يساعدوه بيه هو انهم يغيروا المستعبل وده حاجة بيعرف يعملوها كويس جدا قال لتيمون ان اللي حصل خلاص حصل وما ينظروش يغيروه لكن لازم يفهم ان الدنيا لما تدلوا ظهرها وكمان ادلها ظهر وينسى الماضي بكلهم وعلشان يعيش مستقبل سعيد ما كانتش سمبا مقتنع بكلامهم لان ده عكس كلام والده ورد على تيمون وقالوا انه لازم يسمع لهم ويردد وراهم كلمة اكون مطاطة وما كانتش سمبا فاهم اصلا يعني ايه الجملة دي قالوا لان دي اعظم حكمة ممكن يسمعها في الدنيا ومعناها انه انسى الماضي اللي يغيز علشان يركز على مستقبله حكى له بومبا انه لما كان صغير مستحيل حد كان يستحمل ريحته بعد ما بياكل دخل لها ملو الصحاب خالص وكان بيزعر جدا كل ما يلايه حد يقرف منه لدرجة انهم سموه بومبا وفكر انه غير اسمه لكنه قال انه لازم ينسى ان الحيوانات مش بتحبه ويدور على صديق يكون عابب يغضي الوقت معاه فانا اتهاب المعتمون وبقى وعز اصدقاء واخروا سمبا وروحوا بيه على المكان اللي عاشين فيه وكان مليان بالحيوانات واصلهم سمبا قال لهم انه جعان جدا وممكن يأكل غزالة او سنجاب لكن دول كلهم كانوا اصدقاء بومبا وتيمون قالوا لهم وطالما هيعيش معهم يبقى لازم ينسى كل الكلام اللي بيقولوا يأكل كمان من هاكلهم الفهم كويس انه يبقى مبسوط في المكان ده لان فيه حرية ومفروش مسؤولية وبدأوا يأكلوا قداموا عدد كبير من الدود اللي موجود بين الزرع قالوا للمهم انهم يملوا بطنوم عمل زيهم سمبا وبعايش معهم لحد ما كبر وبعاسك كبير وكل يوم لازم يغنوا غنيتها كونها مطاطة مع بعض ويفكروا بعض بالحكمة اللي عايشين بيها كان سبا فرحان جدا مع اصدقاء والجداد اللي عايش معهم مش بيبطر هنا ابدا مكانش داري باللي حصل في ارض العزة اللي ما بايش فيها عزة خالص لان كل النباتات والزرع جف والأسوب بتتعامل بطريقة مهينة من الضباع وسكار ده لان الضباع مش بنبطر اكله طر الواتب اطارد الحيوانات وقطعان ودلال وزازو للملكة سيراب وهو المضباع شفوه بيبلغ سيراب والأسود بالأخبار طردو وهددته شنزي لو شفيته هنا تاني هتاكلوه طار زازو هو منعوب وقالت لانا النوم لازم ما يسكتوش على كده ويشوفوا حل الحياة اللي هم معاشينها ردت على سيراب وقالت لها ان سكار هو الملك دلوقتي ولازم يسمعه كلامه ردت عليها لانا وقالت لها انها الملكة ولازم تقودهم عشان يمشوا لانا بيشاري ارض العزة اللي طعرفها ولا تربت فيها قالت لها سيراب انهم لازم يحفظوا على دفاضل من ارض العزة وقالت شنزي وطلبت من سيراب انها تكلم سكار كان بيأكل حيوانه قالها ان الاكل كتير فعلت له سيراب من اللي بيعمله ده غارة لانه بستطت كتير جدا قالها انه طبيعي استطت كتير طالما ان الصيد بقى سهل بفاضل الجيشه المحيب بيه وفكرها لما تقدم لها للجواز زمان لانه كان بيحبها بس هي فضلت مفاسة عليه وتجوزته وطلب منها انها تتجوزه دلوقتي بما انه مفاسة ماته وقدمهم فرصة تانية انهم يعيشوا مع بعض ردت علي وقالت لانه عمرها ما تبقى مالكة ولا هتتجوزوا ابدا العيب حكمت على كل الوسود النوم يكملوا حياتهم بالطريقة دي والضباع هي اللي لازم تاكل الأول والوسود تاكل الفاضل منهم وسمعوا مشي طبعا سيراب كانت عارفة ان ما فيش حاجة هتفضل من الضباع اللي ما تعرفش معناء الشبع كانت لالة شايفة اللي حصل وبالت خلاص تدقى اكتر فقررت انها تخرج وتدور على حد يساعده واستنت لامل الجيو وتسحبت علشان اسكار ما يحسش بيها ولا يشوفها لكن اللي شافها هو زازه ويف وشها وسألها رايحة فين في وقت متأخر زي ده لانه مش ناوي يسيبها ابدا ويفضل معها وجنبها علشان يحميها زي ما اقسم للملك مفاسع ابلا ما يموت وكان اسكار حاسس ان فيه صوت وحركة غريبة فدازل يدور ويشوف من اللي بيحاول ان يهرب هي كانت عامل حسابها كويس ومستخبية ولا مرة بنوصل لها طلعزازه في وشه وفضل يستفزه بالكلام وطار علشان يجذبه هو والضباع ويخليهم يروح وراه كاملت لالة طريقة وخرجت من ارض العزة وشافتها سيراب بس مهدرش يتمنعها اما سيمبا فكان بيطارت فرشاط وقرب من غزال وطبعا رعبه لكن الغزال لما عارف ان الواف قدامه هو سيمبا طبعا وقال له انه كان فاكره اسا تحيي با كانش يعرف ان سيمبا لم يترب معهم الغزال مشي وجهة مون وسمبا قالوله انه لازم يفهم الفرق بينه وبين باقي الحيوانات وان الحيوانات بتهرب منه علشان هو حيوان مفترس في الحياة الطبعية حاول يفهمون الحياة العادية لأسف بيصطاد الحيوانات ويأكلها كمان كلمهم عن ترابط الحيوانات مع بعض ودائرة الحياة اللي كلموا عنها والده زمان هم ما اقترواش بالكلام ده وقالوله ان دي مجرد خرافات وملهاش معنا بس عادهم سيمبا وخلح حشرات كتيرة تطلع من بين الصخور علشان يأكلوها كلهم وكمان طبعا أكل معهم من بعد ما بقى ده أكلوا بحيط وبالتلاتة نائمين جنب بعض سأل بومبا تيمون عن النقط المنورة في السماء وكان يوصب بيها النجوم قال لي تيموني ده أكيد دبان منور وملازع في السجادة الزرق اللي موجودة فوق لكن بومبا قال له انه كان فكرها كرات غاز مولعة موجودة بعيدة عنهم لألاف الأبيال سأل سيمبا على الرأيه فقال له سيمبا انه ما عرفش لكن واحد زمان قال له دي اسمها نجوم وابارة عن أرواح الملوك الأديمة اللي بترايبهم من بعيد سخروا منه فضلي هزروا ويقولوله إزاي يعني الأجدادها كلسة موجودة بترايبهم كمان وان الكلام اللي بيقوله ده مجرد غباء قال لهم ان عندهم حق ومشوا أزعلان وكانوا مستغربين سبب زعل أصلا لكن بعد كده قالوا ان أكيد زعل انهم كانوا بيتحقوا عليه سيمبا فضل وقع بعيد عنهم وحزين لحد ما النهار طلع وعدت عصفورة كانت من جمع عش أخدت خصلة شعر وقع منه ودتها للأش اللي بتبني صديقتها أخدت خصلة شعر ورميتها بعيد وأكرتها زرافة وجه السرصار بعدها جمع مخلفات الزرافة وكان فيها خصلة شعر سيمبا طلعت الخصلة اللي بعيده دخلت في دوامة رياح وصلتها لمجموعة نملة أخدوها وطلعوا بيها فوق الشجر ووصلوا بيها للشجر اللي قاعد عندها الإرد الحكيم وانو شاف الخصلة عارف ان سيمبا لسا عايش ويف قدام صرته لرسمها على الشجره وفرحان جدا وطلع على فرع شجر عالي وفضل يضحك من كتر فرحيته بوجود سيمبا الحيوانات أصدقاء سيمبا هم كمان بيغنوا بس مش احتفالا بوجوده لكنهم طول الوقت مبسطين وبيغنوا فجأة زهرت لالا وهجمت عليهم وفضلت تطرب بومبا لأنه أتى الواحد فيهم وما كانش عارف يستخبى من الصخور ولا حتى يجري بسرعة راح له تيمون وفضل يشجعه ويقول له انه لازم يبقى أسرع من كده للأسف فصله نهاية الطريق واضطر بومبا انه يقف وللسلالة تيجم عليه جي سيمبا وهجم عليها هي فضل يتخاني معها وحاول يضربه بعض زي زمان لالا برضو هي اللي فازت عليه وقتها عرفة انه سيمبا فرح جدا ان في حد يعرفه وقال لها انه فعلا سيمبا وافتكرها هي كمان وعرف انها لالا قدمها لأصدقاءه سيمون وبومبا لأنها عز صديقة له وقال لها لازم تستنى معاها في أجمل مكان ممكن تشوفه بس سائرة لنهم لازم يرجاعه لأرض لعزها لان اسكار بقى الملك ولازم يرجع معها علشان يسترد الحكم من تاني ويساعدهم طبعا تيمون وبومبا ما كانوش مصدقين الكلام اللي سمعينه وقالوا لها انها اكيد غلطانة لان دا سيمبا صديقهم اللي ما يعرفش اي حاجة عن حياة الاسود قاطع سيمبا كلامهم وقال لالا انها لازم تمشي معاها علشان تتعرف على المكان فوفت وراحت معا وسيمون وبومبا فضلوا مرعبينهم من بعيد وبيقولوا ان شكلهم ويعوا في الحب وفعلا سيمبا و لالا هما الاتنين كان باين عليهم الحب جدا سيمبا با كان نفسي يقول لها الحقيقة بس كان خايف انها تكرهه وتسيبه وتابعه دوية كانت حصة من طريق كلامه معها انه مخب سر كبير وكان نفسها تعرفه علشان تساعده في المشكلة اللي مخبيها فضلوا مشيل لحد ما وصله للشلال وقال لها ان المكان جميل جدا انه مش لازم يسيبوه بس يا ريتلو انه ارض العزة دي مسئوليته لازم يتحدى سكار قال لها انه دلوقتي ما بقاش مالك والمالك هو سكار ولازم تسمع عوامره ولما صارت عليه الليها هكون مطاطة ما كانتش فهمها طبعا ايه معنى الكلمة دي فقال لها انها لما ما تنضرش تشيل مسئولية حاجة بقى لازم تنساها وتدلها ضرع استقربت جدا من كلامه وقالت له انه ما بعيش سمبا اللي كانت تعرفه زمان طرح منها تسكت لانها بيت تتكلم زي والده ويردت على اليرد جد جدا وجارح وقالت له ان دي حاجة حلوة وعلى القل حد منهم لسه زي والده شجاه البطل وانها كانت جاية تطلب المساعدة لكن كانت غلطانة لما افتكرت انه هو يساعدها ويسابته ومشت فضل سمبا ماشي في المكان ومتدايق وحزين ولقى اليرد الحكيم قريب منه من الواضح انه كان عارف الحالة اللي وصلاها سمبا وفضل يكلمه كتير سأله سمبا فرض على اليردي الحكيم وقال له انه عارف كويس هو مين بس يطراه وكمان عارف هو مين كان سمبا يسيبه ويمشي فنادع عليه اليردي الحكيم وقال له انه عارف كويس انه يبقى سمبا ابن مفاسة استغرب سمبا من طريق الكلام وقال له ان والده مات من زمن بعيد لكن الارد الحكيم قاله انه ألطان لأنه مفاسة عايش وعارف مكانه كمان وممكن يوصله ليه ولو عايز فعلا يشوفه يبقى لازم يمشي وراه ومشي الارد بسرعة جدا وفضل سيبا ماشي وراه يتخبب من الغصون ويعافر على قبل انه يوصل لولده في الاخر لها الارد واقف وطلب منه يقرب علشان هم وصلوا خلاص لمكان والده اللي بيستنيه وفقدم بحيرة خلاه يشوف صورته في الماء وطلب منه يبص كويس وقتها يشوف مفاسة قدامه فعلا لما سيبا بص شاف نفسه شبه والده بالضبط وقال له الارد الحكيم ان والده عايش جواه وسمح سيبا صوت والده هو بيقوله انه لازم يفكر هو مين لانه هو الملك الحقيقي ولازم يسترد الملك هتظل سيبا لانه مش عارف يكون كده قاله مفاسة انه زمان كان فخور بيه لانه يبقى ابنه وترجى سيبا انه بيسيبوش تاني قاله مفاسة انه عمره مسائبه موجوب بني لجومه فرابه وقال له الارد الحكيم هو يبقى مين وقال له انه يبقى سيبا ابنه مفاسة فضل يزهر وماشي وجرب اقصى صورة على حد ما وصل للالا وقال له انه قرر يرجع معاها وانه كان غلطا من البداية لما قرر انه يتخلى عن ارضه وعلته ولما ارى ابن ارض الازة تفاجئ بشكل الضمار اللي موجود فيها ولانه كانش عايز يصدق ان الحال وصل للوضع ده بس دلوقتي لازم يسمع كلام والده لما قاله انه كل حتة بيوصلها الشمس هي مسؤولة منه تحت حكمه قالت له الله انها مش هتسيبه هتفضل معاها تساعده حتى وما لا انها تقبلهم مخاطر كتير قالت له الجملة اللي كان دايما بيقولها لها هو صغير وانه بيضحك فوش المخاطر شافه زازه وبيطيره وما كانش يمسدق عينه ونزل على الارض انحناله بصفة الملك والمفاجئ ان يتمونه بومبه وما كمان وصلوا وقالوا لسبا انهم مش هتسيبوه هتساعدوه لانه صديقهم لما فكرهم بها كونه مطاطة وانه محدش يبقى مهتم باي حاجة وعايشين مرتحين البال وبس سألوله انهم ممكن يتعبوا شوية علشان بس صديقهم وسألون كان المكان ده هو وطنه قال لهم ايوة بس زمان مكانش كده هناه يرجعوا تاني زي زمان وعرفهم على زازه وشافوا الضباعة الملمومة في المكان وكان عددهم كبير جدا طبعا ده خطر عليهم لانه ممكن يهجموهم في اي وقت ففكر سيمبا انه ممكن يبعط لهم طعم حي علشان يبعدهم عن المكان وبومبه بالذات قال له انهم لازم يختاروا طعم كبير ويملى العين علشان يقدروا يغريهم ويجروا وراه وكمل كلامه وقال انهم ممكن يجيبوا غزال لكن طبعا كلهم بصروا لان كده خلاص حللهم موضوع ولازم هو يبقى طعم فعلا ويف هو وتيمون قدام الضباعة لحد ما لافت نظرهم خلاهم يطردوه في الوقت ده كان يرد الحكيم بيرايبه من بعيد وطلع العصاية بتاعته وقال انه ده وقتها اما سكار فكان لسه بيحاول يقنق سيراب انها تتجاوزه وقال انه افضل من منفاسة ولازم توافق تكمل حياتها معاه قالت له انه ولا حاجة بالنسبة لمنفاسة ده غير انها بتحتقره اجم عليها وكان يائزيها لولا اللي سيمبا وصل ويف يزهر في خاف سكار وفكر انه منفاسة رجع من تاني لكن لما شاف سيراب بتجري عليه وبتلاديه باسم سيمبا هدي وقال سيبا انه الافضل لي يمشي سيمبا قال انه ما فيش اي سبب دلوقتي يمنعونه يقطع وقطع رد على سكار وقال انه ممكن يدينه مئة سبب مش سبب واحد زي مثلا قطيع الضباع اللي بقى تحت امره وقف حواليه ده غير انه مش بيخجل من جريم ارتكبها زمان وقاتى الارب فرض من عيلته وما كانتش سيراب بسداء اللي سمعه بودانها وطلبت من سيمبا ان يفاهمها بالراحة ايه معنى الكلام ده رد عليها سيمبا وقال لها انه نسي الكلام ده من زمانه ونوي يكمل حياته دلوقتي بشكل طبيعي لكن سكار قال له انه حتى لو نسي فاكين هم مش هينسوا انه قتل والده وحرامهم كلهم من الملك اللي بيحبوه وحتى كل الاسود اللي وقفين اتصادمه وحاول سيمبا ان يفاهمه من اللي حصل ده كان مجرد حدثة وانه ما قتلش والده ولا حاجة لكن سكار ماندلوش فرصة انه يتكلم وفضل يحجمو بالكلام ويقول عليه انه اللي كان زمان مفاسة عايش وسطهم لازم يعترف انه مجرم وياتر ومالوش عييمة فضل كمان يقرب منه لحد ما سيمبا كان هيوع من فوق الجبل والكل يخاف على سيمبا الاحسن يوعى وكانوا عايزين يساعدوه سكار قرب منه وقال له انه شاف المنظر ده قبل كده والنظرة دي نفس النظرة اللي شافها في يوم مفاسة وقت ما كان بيموت قرب منه دان سيمبا وقال له انه عايز يقوله على سر خطيره انه اللي قاتى المفاسة هو وقتها ميسك سيمبا في رأس سكار وطلاله الجبل وسألوا ازاي ادريت الاخور الوحيد اللي كان بيحبه حاول سكار انه يكذبه قداب الكل وقال ان الكلام ده مش حقيقي وان اللي قاتى المفاسة هو سيمبا فردت سرعة وقالت له انه زمان لما قال لهم خبر موت مفاسة قال انه وصل متأخر ومقدرش ينقص حد فيهم يبقى زي شاف نظرة الخوف من الموت في عين مفاسة قبل ما يموت وقتها فهمت انه كذب والكل سدع كلام سيمبا فقال ازكار الضباع النوم يهجموا على سيمبا وكل قطاع الاصول وفي ساعة سيمبا وقعت النيران من على الجبل وبلع التولع في ارض الهزة كلها اما تمنوا بومبا فكانوا لسا بيجروا بيهربوا من الضباع اللي بتطردهم لحد ما وصلوا لطريق سد قال للضباع النوم مش هيضار يسيبوا خنزير تخين زيه فبومبا وقال لهم انه ممكن يهرب من الضباع لكن مينفعش يهرب من المتنبرين اللي زيهم وفي هجمهم يضرب فيهم واحد وراء الثاني ورح كمان سعد الاسود في حربهم ضد الضباع خصوصا دموظم الضباع تلموا على سيراب علشان يقضوا عليها قالوا لها انها تبع وجبة شهية واستنوها من زمن طويل وما كانوش عارفين يوصلوا لها لان اسكار هو اللي كان منعهم عنها حتى الارض الحكيم ويفسعد الاسود خصوصا سيمبا واخيرا انتهت الحرب الصالح الاسود وهرب الضباع عم اسكار كمان لكن سبه مسبهوش ورح وراء قالوا انه هيته جاد خلاص بعد ما اخان الاسود وعايشه مفقر وضيع السنين وحاول اسكار انه يكسب تعطفه قالوا انه عمه واكيد مش هيتله رد علي سيمبا قالوا انه عنده حق وانه فعلا مش هيتله لانه مش مجرم زيه لكن هيديله فرصة ويهرب بعيد عنه ويعيش حياة جديدة بعيدة عن ارض العزة خالص ويف اسكار يمسل انه موافق وابقى مستسلم لي لكن اخذ من النار اللي موجودة ورماف وش سيمبا وقال له انه دي مملكتهم مش هتخلى عنها ابدا ويف يتحدى سيمبا وهم الاثنين مسكوا ببعض وفضلوا تقتلوا لحد ما اسكار ويعمل على الجبل ونزل وسط النيران لكن ما تأزاش لقد ضباع محوطافة نداهم بانهم اصدقاء واكيد هيبدوا جيش من اول وجديد وهيسيطروا على سيمبا واستولوا تاني على الارض العزة لكن هما سموا الكلام اللي قالوا عليه لسيمبا وانه ما قتلش والده ولا ليه زنب في اي حاجة من اللي حصلت لكن الضباع المجرمين هما المسؤولين عن كل حاجة وحش حصلت فرض العزة فرما اسكار حاول يجذب عليهم ويقولهم انه كان بيضحك على سيمبا بس عشان يسيبهم طبعا ما صدقهوش وقالوا عليه انه في حاجة حقيقة واحدة عليها من البداية وهي ان الضباع مش بتجبع وهاكموا عليه وبيصرخ ومش سيمبا وسط قطعه الاسود ويجري على والدته وسلم عليها بعد فراء دام لسنين طويلة جال الارض الحكيم طلع سيمبا سلم عليه وشكره لانه لا ما كانش افتكر حياته ولا ساعد اهله وعشرته يفضل عنه بعيد مظلوم بسبب عمه المجرم وطلع سيمبا ويفه على صخرة الملوك وبص على النجوم وسلم صوت والده وبيقوله انه لازم يفضل دايما فاكره ان سيمبا ابن المفاسة ملك ارض العزة ومرت الايام ورجعت ارض العزة تاني مليئة بالخير والنباتات انتشرت في كل مكان وتجمع كل الحيوانات ووفه عند صخرة الملوك اللي طلع عليها سيمبا وزوج طلالة وطلع الارض الحكيم وقدم بنتهم للكل ودي كانت نهاية سعيدة عاش فيها الحيوانات بأمان وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمل